ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هو سلطان العلماء ووارث علوم الأنبياء صاحب العمل الإبداعي والفكري الغزير والفريد من نوعه فأصبح بالتالي هو أحد أعلام الفكر والتنوير ليس في العصر الذي عاش فيه فقط ولكن لأعوام وربما لعقود طويلة جاءت من بعده هو الإمام السيوطي في مصر أرض المجددين يتمثل محور مشروعه التجديدي في موقفه من التراث جمعاً وتحقيقاً وتوثيقاً وتلخيصاً وفي توليده للعلوم حيث أنشأ علم القرآن الكريم في كتابه الإتقان في علوم القرآن رحم الله الإمام السيوطي فقد كان علامة فارقة في تاريخ التأليف في مصر فضيلة الدكتور علي جمع أهلاً بكم أهلاً وسهلاً بكم مرحباً أهلاً بكم مولانا أولاً يعني العلامة جلال الدين السيوطي المتبحر في سيراته ومسيراته يجد أنه رحالة من أجل العلم إلى أي مدى كان هذا الترحال لأثر في مشروع التجديدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه الإمام السيوطي ولد في سنة 848 من الهجرة وانتقل إلى رحمة الله آل 911 يعني كأنه عنده 63 سنة في هذا العمر استطاع السيوطي أن يكتب كتباً كثيرة ومحررة وعجيبة ومشروعه التجديدي كان مبنياً على توليد العلوم يعني هو أنشأ علوماً لم تكن من قبل من كثرة الاطلاع كان عند أبيه مكتبة هائلة وكان أيضاً عنده مكتبة محمودية التي كان أميناً لمكتبتها الإمام ابن حجر العسقلاني المكتبة المحمودية موجودة إلى الآن لما تمشي في الغورية تلاقيها على إيدك الشمان وانت جاي من الأظهر كده رايح إلى شارع الألعة أو اللي كان بيسموه محمد علي فالإمام السيوطي من ساحة اطلاعه وكثرة زكائه بدأ التأريفه عنده 17 سنة ولما بلغ الأربعين يعني شاف كتب كده لقى 300 كتاب 300 كتاب في الثلاثة وعشرين لغاية أربعين وبعدين قال أنا خلاص أنا عايز بقى عبد ربنا وكفاء عليها كده فأنا هاعتزل الناس فرح مألف كتاب يعني علشان يعتزل الناس ألف الكتاب وسماه التنفيس في الاعتذار عن التدريس أنا باعتزر عن التدريس وأنا قاعد في بيتنا فقال بنألف كتاب لما مات احنا دلوقتي عنده أربعين سنة كمان تلاثة عشرين سنة هيموتها هو وخلاص اعتزل وجدوا عدد المؤلفات وصل إلى 700 400 مؤلف بعد الاعتزل 400 مؤلف بعد الاعتزل واخد بالك فاللي فيه ده ما يسلوهوش وهو قاعد شغال إراية وكده إلى آخره فالمهم أن هذا الرجل كان العجيب الغريب في العطاء وفي التوفيق لأنه كل ده أنا برده إلى توفيق الله سبحانه وتعالى وإلى حسن النية وإلى التخلق بالأخلاق الكريبة والرغبة في عمارة الأرض الإمام السيوطي ولد علوما يعني هو نقدر نقول أن مشروعه التجديدي هو الموقف من التراث تحقيقا ودرسا وتدريسا وجمعا ونمر خامسة بقى وتوليد للعلوم يعني بيولد العلوم من الماضي ما بيهدمهوش بنفتكر تملي كلام الشيخ أمين الخلي من أراد التجديد فليقتلوا التراثة درسا وعمقا وكده وإلا كان تبديدا فهم عملوا كده فعلا يعني أمين رحمه الله مش جايبها من عند نفسك ده جايبها من الأمثلة التي رأاها في المجددين وهو ألف كتابا المجددون في الإسلام ومنهم السيوطي ومنهم كان الإمام السيوطي الإمام السيوطي ولد علما سمي فيه ما بعد بعلوم القرآن ما كانش موجود حاجة اسمع علومه فيه القراءات فيه التفسير فيه غريب القرآن وهكذا لكن علوم القرآن وبدأ يجمع من خلال التاريخ من خلال التفسير من خلال القراءات من خلال حتى كتب الأدب العقد الفريد لابن عبد الربو أو الحيوان الجاحز أو كذا يجمع كل ما يخص القرآن فخرج علوم القرآن فألف فيه كتابا ماتعا طبع مرات الإتقان في علوم القرآن الإتقان في علوم القرآن بعد ما وصل إلى نحو نصفه وهو وضع خطة ولد علما فواجد الإمام الزركاشي الإمام الزركاشي سبع ومية خمسة وتسعين ميت يعني أبليه بنحو أكتر من مئة سنة وجد الإمام الزركاشي ألف فيه نفس المعنى وأسماه البرهان في علوم القرآن فلما حصل على النسخة فرحة بها لما لما بصلها لأنه هو مزود حاجات ما هيش موجودة عند الزركاشي فراح قال كده بقى أعترف قال أنا الآن بقى تحت إيدي البرهان وأنا هعتبره يعني هنقل منه ما أحتاجه لكن الإتقان ده مرحلة متقدمة عنه وفعلا ألف الإتقان ولما تنجي بقى إحنا هنا بعد ما الإتقان طبع والبرهان طبع ونقارن بينهم لا هم مكتبين مختلفين وكتبين مبزول فيهم مجبود وبذلك نشأ علم جديد لأنه معنى إيه أن السيوط يولدوا هذا العلم أنه مش موجود بعد كده ذهبت أيامه جاءت أيامه وأصبح أولوم القرآن مادة مستقلة تدرس في الأظهر الشريف وكان هذا أحد المشاركات فعل هذا أيضا في النحو في جمع الجوامع وقلف كتابا كبيرا في اللغة وهو عنده 17 سنة بقول لحضرتك ألف كتاب كبير جدا في اللغة بعد كده لما لقاه كبير قوي السم فخلى جزء منه في ترجمة النحاة وخلى جزء منه في النحو والصرف وخلى جزء منه فيما أسماه بفقه اللغة وفقه اللغة برضو لم يكن مستقلا فجعله هو مستقلا حتى أصبح في عصرنا الحاضر أيضا دراسة مستقلة المجهودات دي مجهودات ضخمة جدا لكنها بتنبئ عن عقلية وعن نفسية وعن شخصية بنصفها بالتجديد مسألة الترحال يعني الصفر من الهند إلى المغرب وما بينهما من بلاد وأمصار ده إزاي كان ليه تأثير على مشروعه التجديدي وعلى فكره الموسوعة إزاي مهارك تفضل أحد المكونات لأن الرحلة في طلب العلم كانت جزء لا يتجزأ وهو ما فيش بقى طيارة وصيارة وكذا إلى آخر وما فيش مؤتمرات وحاجات تجعل العلماء يعني يلتقون ويتكلمون ويتبادلون المعلومات والخبرة والمناهج وكذا إلى آخره فكانت الرحلة في طلب العلم جزء لا يتجزأ من حضارة المسلمين واللي ما رحلش ده يعني ما يبقاش بالموسوعية بتاعت الإمام السيوطي الإمام السيوطي ألف في الطب الإمام السيوطي ألف في اللغة وفي الفقه ده أنشأ مادة بندرسها تغير دلوقتي حتى من كتابه في الأزر وهي الأشباه والنظائر أو القواعد الفقهية القواعد الفقهية موجود وألف فيها ابن الوكيل لكن لم يتم ألف فيها ابن السبكي وألف فيها الإمام السيوطي تجده لا شيء آخر غير التقيب السبكي أو غير ابن الوكيل مختلف تماما وكل كلمة مش كل سطر ولا كل جملة كل كلمة محطوطة في مكانها وكان مولانا سيدنا الشيخ جاد الرب رمضان يدرس هذا الكتاب الكتاب ده سبع أبواب فكان يدرس السنة لباب السنة الجاي على نفس السنة يدرس الباب التاني حتى يتمتع هو بالرحلة في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي وكان الكتاب إذا قرأته ودرسته وكنا نحفظه زي القرآن نحفظ كده على طول ونسمعه زي ما هو موجود وأفادنا جدا في تكويننا العلمي الأشباه والنظائر للسيوطي فلو أعملت بقى الإتقان وحطت جنبيه المزهر في فقه اللوح وحطت جنبيه جمع الجوامع وحطت جنبيه الأشباه والنظائر لا ده صاحب تجديد أثر في من بعده وإلى يومنا هذا فالرحلة في طلب العلم جزء لا يتجزأ من حضارة المسلمين مش عند السيوطي بس ده عندهم كلهم الرحلة في طلب العلم طيب أستاذ أن فضلتك أن أستكمل سيرة الإمام جلال الدين السيوطي ونلقى الضوء على جوانب أخرى من إنجازاته العلمية ومشروعه التجديدي ولكن بعد الفصل أستأذن حضرتك وأستأذنكم أرجوكم خليكم معنا على نهر النيل وبمجرد أن تمر بقناطر السيوط الجديدة لتسهل وصولك لمقام العارف بالله جلال الدين السيوطي فهو عالم وفقيه جليل من علماء الإسلام ومجدد من المجددين الأوائل في العصر الإسلامي يتبارك به كل من عاش أو مر بأسيوط وعلى أعتاب مسجده المبارك يمكنك أن تسمع دعوات السائلين وابتهالات المحبين من كل الأعمار والأجناس مهرولين لمحبته باحثين عن ضالتهم طالبين من الله الرضا والغفران آملين في العفو فهم في حضرة إمام زاهد أحبه الله عز وجل وكرمه بمحبته وحب الناس بجاية ترحيب بفضيلة العالم الجليل السيد دكتور علي جمع أهلا بكم مرأة وحبا أهلا وسائل فالدكتور الأرقام التي تحكى عن قدرات الإمام جلال الدين السيوطي ربما البعض يا ربناه مبالغ فيها يعني يحفظ مئات الألاف من الأحاديث سبعمائة مؤلف مثلا يعني هل هذه الأرقام حقيقية ولا كان فيها شكل من أشكال المبالغة من التلاميذ الذين جاءوا بعده أجيال متتالية آه لا هم لما بيتعلم الإنسان صح ويجد مجموعة من المشايخ يفهمونه ويكون متمتع بنمر واحد الذكاء وبنمر اتنين التقوى وبنمر ثلاثة آآ أن يكون تحت يده مكتبة عامرة بيأتي بما لم يأتي به غيره فالإمام السيوطي كانت تحت يده المحمودية مقطوع فيها للنهار يقعد يذاكر فيها في كتاب له اسمه الحاوي للفتاوي فيه تمانين كتاب الحاول الفتاو ده مجلدين فالرسالة عبارة عن عشرين صفحة عبارة عن أربعين صفحة عبارة عن سبعتاشر صفحة وهكذا لأنه كان يعني يبحث في المسألة بحثا عميقا واسعا حتى يلم بأطرفها وحتى يؤطيها لك وفي كل شيء يعني مثلا هدي لك بعض الأمثلة قد تكون بعيدة عن ذهن السامعين له كتاب في تفسير معنى الاختلاج يقول لك المنهاج في تفسير الاختلاج هو إيه الاختلاك ده فالاختلاك ده اللي هو عيني بترف العين رفت العين آه رفت العين ساعات كده في نبض صح الواحد يحس بيه يتتبع هذا ويجد من الكتب في المحمودية ما يتكلم عن هذا ويجد أن الاختلاج ليس في العيني وحدها بل ممكن يكون في طرف الأنف وممكن يكون في صرصورة الويد وممكن يكون في رأس الأصبع وممكن يكون في الركبة وممكن يكون في الخد طب ومعنى إيه هو إشارة إيه ده حاجة تألف تسع رسائل في المسائل الجنسية وكان تأليفهم في هذا المعنى تأليف له غرض له هدف الغرض منها كان غرضا عفيفا الأعداد اللي حتاك بتسأل عليها دي أصلها مش أعداد ده واقع يعني لما يجي مسأل واحد يعمل رسالته للدكتوراه في مؤلفات السيوطي ويصل بها إلى سبعمائة مؤلف طب ما هي دي موجودة صحيح يأتي احتمال الامتحال هل فيه كتب من هذه الكتب لغير السيوطي أيوة فيه بس هتلاقي واحد اتنين اخصمهم من السبعمائة بس إنما كان يحفظ متين ألف حديث مثلا لأيوهم كانوا بيعدوا الأسانيد كل سنة حديث يعني إنما لأعماله بالنيات وإنما لكل منواقه وحديثه ليه سبعمائة سند يبقى سبعمائة حديث آه تمام يعني هو السند بحديث مظبوط فده ليه سبعمائة مظبوط هو حافظ السبعمائة سبعمائة سند كانهم سبعمائة حديث كانهم سبعمائة حديث ولذلك لما نيجي في المتين ألف حديث دول هنجدهم في النهاية هو ما ذكره في الجامع الكبير في الأحاديث نعم لما ذكر في الجامع الكبير كم نص ذكر ستة واربعين ألف نص ستة واربعين ألف نص يبقى المتين دول بستة واربعين لما نيجي بقى في الستة واربعين طب وذكر قد ايه أو الصحيح منهم قد ايه يطلح حوالي خمستاشر ألف نص كل الكلام ده هو عمله عمل الجامع الكبير والجامع الكبير طبع عمل الجامع الصغير والجامع الصغير طبع عمل زيادات على الجامع الصغير والزيادات طبعت وشرحت فكلها حاجات حسية يعني ما احنا سنقدر نقول وكلها مرقمة مظبوط موجودة في الكتب يعني مش واحد ما هوش واحد مظبوط وكذلك لو جيت تقول مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم العيدين وايام التشريق ماشي حديثة هو طب فيه بقى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم ستة ايام يوم الشك اللي هو اخر يوم في الشعبان ما احناش عارفين بكر رمضان ولا نفطره والعيدين والتلاتة بتوع التشريق بين ستة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين طيب ايه رأيك الحديث ده ما هو يكفيه الحديث ده ويكفيه الحديث ده ممكن التلاتة دول انك تقول نهى عن ستة ايام اللي هو احد الروايات فيكفي لو عملنا كده هيطلعوا ستة الاف حديث مش هيطلعوا سبعة واربعين الف سبعة واربعين الف هيطلعوا ستة الاف فاذا عملنا بالشكل ده هنجد ان السنة قريبة امام الناس وانها محددة وانه المشكل فيها اللي انها عشرين تلاتين حديث فما تجيش تنكر للسنة ما ترميش كل السنة علشان انت مش داخل دماغك عشرين حديث لان اغلبها بيدعو الى الخير وبيدعو الى الاخلاق وبيدعو 95% من هذه الاحديث يقول والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم اتق الله حيثما كنت اتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالقها احب الاعمال الى الله ادوامها وانقل ان الله يحب من احدكم اذا عمل عملا ان نتقنها اخلاق عالية جدا كيف ترمي كل هذا علشان مش عجبك عشر عشرين نص موجودين من الست سبع تلاف حديث دول نعم فالدكتور علي جمعة شاكر لحضرتك هذا الابحار في سيرة الامام جلال الدين السيوطي شكرا جزيلا لحضرتك رحيم الله شكرا جزيلا لحضرتك والشكر موصول لحضرتكم ونشوفكم على خير الى اللقاء احذر عدم افساح الطريق لسيارة الاسعاف افساح الطريق لسيارة الاسعاف واجب شرعا وعدم افساحك لها قد يوقعك في الاثم الكبير فان سيارة الاسعاف تحمل حالات الطوارئ فيجب على الانسان ان ينقذ اخاه وجوبا شرعيا محتما حتى ان الفقهاء نصوا على ان من يجيد السباح ويجد غريقا يغرق فيجب عليه شرعا ان ينقذه اياك اياك ان لا تفسح الطريق لسيارة الاسعاف اللهم ارزق بناتنا بالزوج الصالح واولادنا بالزوجة الصالحة اللهم ذلك لا يكون الا منك فاللهم اهدنا وانقلنا من دائرة سخطك الى دائرة رضاك يا رب يا رب يا رب